أسعد الله وقاتكم متابعي قناة العراق تيفي مرحبا بكم وسعيد باستضافتكم في هذه النشرة الإخبارية الجديدة أتمنى منكم ضغط زر لايك على هذا الفيديو والاشتراك في القناة فضلا منكم وليس أمرا أكد النائب الأول لرئيس مجلس نواب محسن المندلوي اليوم الاثنين أن مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس نواب مطلع الأسبوع المقبل وذكر مكتب المندلوي في بيان أن ذلك جاء بعد اتصال هاتفي أجراه المندلوي مع وزيرة المالية طيف سامية وأكد المندلوي على أهمية وصول مشروع قانون الموازنة قريبا إلى المجلس والبدء بمناقشة بنودها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية بما يضمن التطبيق السليم للمناهج الحكومية لسيما دعم الطبقات والشرائح الفقيرة وضمان استمرارية توفير المواد الأساسية من خلال السلة الغذائية وكذلك تأمين رواتب الموظفين والتخصيصات المالية اللازمة للتعيينات الجديدة أما في خبر آخر مشاهدين الكرام فقد أكد وزير الخارجي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي أن الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان يتكون من قطاعات مختلفة وقال حسين هدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي والسياسة النقدية كانت تضمن أجنيدة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن وقال أيضا أنه ناقشن القضايا السياسية ومحاربة الفساد والعلاقات الإقليمية مع الجانب الأمريكي وقال حسين أن العملة العراقية قوية واحتياط العراق تجاوز 100 مليار دولار وهناك فاتورات غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار وقال أن الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن عار من الصحة وقال حسين أيضا أنه سيكون هناك استقرار للعملة في وقت قريب ولا توجد أي شروط أمريكية حول ملف الدولار وقال حسين أن الملصة الإلكترونية ستحدد المستفيد من الدولار وإيقاف التهريب ترجمة نانسي قنقر